ربما تلاتة تمانين خمسة وسبعين الف سبع تلاف تلاتمية وعشرين خمسة وسبعين الف سبع تلاف تلاتمية واحد وعشرين خمسة وسبعين الف ما تيكون نعمل حاجة مفيدة السلام عليكم طبعا أنا أبقى الكتابة تشاي فيديوهات عطا أن نعرفيني الزروفة التي نحن فيها إن شاء الله يا رَب يا رب يا رب تكونوا كلكم صحة و خير وسلام إن شاء الله بإذن الله اه لما جيت عامل الفيديو دهات ما كانش الهدفاب ان انا اعمل فيديو واعرافه في كل حاجات عند الفوت شوب لكن الهدف ان انا اعمل فيديو واعمل في كل حاجة انت تقدر تشتغل بها في الفوت شوب في حاجاتك اليومية وفي كل شغلك كم كان بقى الشغل الذي كنت تعمله فالموضوع الما في حن نحن يعني هنبدأ من نشتغل هنعرف كل هنعرف حاجات كثير جدا عن آآ اادنا هتلوز جامد في الفوت شوب قبل كده خالص طبعا احنا هلين بنتكلم عن فوتشوب عشرين عشرين حاجتين من يحتاجين نعرفهم قبل ما نبدأ نشتغل الحاجة الاولنية ان الفوتشوب زي وزي برنامج ديجتال وحدة القيهز فيه بالبيكسل تمام مش بالسانتي ولا بالانش زي الحاجة الطبيعية اللي احنا عارفينها يعني مثلا لو انت التلفزيون عندك بيقوله HD فبيكون 1920x1080 بيكسل تمام ولو عندك تلفزيون حديث شوية هيكون 4K اللي هو 3840x2160 حاجة كده حتى لو انت بتشتغل طباعها فالموضوع بردك بيكون في اتفاق ما بينك وبالبرنامج ان اعمل لي مثلا 72x في الصنطي او في الانش 72x في الانش 300x في الانش دي اول حاجة واحدة قياس البيكسل تاني حاجة ان الفوتشوب برنامج بيشتغل باللايرز يعني ايه بيشتغل باللايرز يعني بيشتغل بالطبقات يعني مثلا انا دلوقتي عايز ارسم حاجة عبارة عن سكتش من خربشات كده فبعد اعمل دقات على اللير بعد كده عايز انضف اللي اللي انا عملته اللي فيه الغلطات بتاعتي والخربشة بتاعتي ابدأ اعمل دقات على اللير تانية عايز احط الوين ابدأ اعمل دقات على اللير تالتة وهكذا عايز احط shadow حط دقات على اللير عايز اعديل مثلا حتى على صورة نفس الموضوع بعمل دقات على نظام الليرز او نظام الطبقات النظام الطبقات هو نظام فليكسبول جدا ومرن بيخليك ترجع لف اي وقت الليرز بتاعتك وتعدلها بدون اي خوف دعونا منتكلمش كتير وندوس ونفتح الفوتشوب ونشوف حالا نبدأ اول حاجة هنتكلم عن الانترفيس اول الوجهة بتاعت الاستخدام عندنا انت اول ما بتفتح الفوتشوب 2020 قدوا بالكم كويس لان النسخ اللي قبلها ممكن الموضوع يختلف في الشكل ويختلف في الشورتكات اللي احنا نشتغل عليها هتلاقي الشكل دوت عندك وبيدي خيارات ان انت تكريت نيو لو انت عايز تعمل صفحة جديدة بيضة هنا في اختيارات او ان انت تدخل ارقام بتاعة الحجبة بتاع الصفحة بتاعتك او ان انت تعمل open وتفتح صورة من على الجهاز او تفتح فايل فوتشوب اللي هو بيكون امتداد .psd اوكي وهنا فوق هنلاقي في ويندو وورك سبيس الورك سبيس دوت عشان الفوتشوب فيه قوائم كتير جدا الفوتشوب فعشان كده الورك سبيس دوت لو انا مثلا مشغال على رسام فبيروح للبينتنج فبيسر لي الموضوع بيخليلي شكل الواجهة بتاعت المستخدام بالشكل دوت وبيخليلي هنا البراش سيتنجز بتاعتي لو انا شغال مثلا موشن هيغير لي الشكل بالشكل دوت ويبدأ يظهر للتايم لاين بتاع الانيميشن تحت وهكذا انا هروح للجرافيك انوايب على شرسين دوت ابسط وجهة استخدام وهبدأ هنا اقول اوبن وهجيب الصورة عندي كده حسن انا افتحها وانا شغال زي ما احنا قلنا الفوتشوب الناس كتير بيستخدموا لحياة كتيرة فهتلاقي في قوائم كتير جدا 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 كتير بس انت مش محتاج حاليا ان انت تعرف كل دوت احنا عندنا تلات اهم قوائم عندنا نبدأ بيها اللي هي قائمة تول بوكس واحد تول بوكس دي فكر فيها بزرط زي صندوق العدة بتاعتك التولز اللي انت بتستخدمها الشاكوش والمفك بتاعك تمام وبيضع على طول الابشنز اللي هنا لو انت لحست انه لما بغير لما بضغط على اي ايكون هنا بيتغير لي دوت تماما فالابشنز دي هي الابشنز بتاعت البوكس يعني لو افترضنا ان هنا الشاكوش فده حجم الشاكوش افترضنا ان هنا المفك ده نوع المفكة هلا هو عادة ولا صليبة ولا القائمة التالتة الاهم عندنا حاليا ان احنا نعرفها ننزل تحت هنا هنلاقيها قائمة زي ما احنا قلنا ان الفوتشوب هو برنامج بيتعامل بنظام او الطباط ازا انا لو ضفت حاجة زي كده فبلاقي في لير اضافة طبعا لانك مني فتحت علشان انا فتحت صورة فهتلاقي الصورة معمول لها ومحطوها تحت لو انا عملت اد هنا كده بالشكل ده هيبدأ يضيف لي لير في نفس الوقت قدر امسح وقائمة تولز عندي هنا فيها تولز مختلفة بس تولز دي يعني بتكاد تكون بتعمل حاجات معدودة اللي هي ايه اللي هي ان ان انت تعمل تحديد على جزء من الصورة مثلا وان ان انت تعمل تحريك لي وان ان انت تعمل رسم وتعديل على الصور والتحكم في الرؤية زي مثلا انت تبعد الصورة عنك او تقربها اوكي فده اول واحدة اللي هي التحريك بتاع الصورة لو انا جيت هنا همسح دي ايه سوري ولو انا جيت هنا سحبت اللير دي هنا كده مسكتها وسحبتها على البلاس بوتن هبصل اعمالي نسخة تانية من اللير بتاعتي ولو انا ماسك الموف تول اللي هي الاختصار بتاعها حرف في لو انت وقفت عليها شوية هتلاقي ظهر لك هنا ان الموف تول اللي هي الاختصار بتاعها حرف تي ويبدأ اشرح لك حاجة بسيطة عنها وحركت كده هلاقي نفسي بحرك الصورة اللي انا عملت منها نسخة تانية فوقيها اوكي طب بفرد انا مش عايزة احرك الصورة كلها مسلا انا عايزة احرك جزء من الصورة فهنا يجي بقى بعد كده على طول الايه التحديد التحديد زي مسلا هنا لو انا عايزة احدد على جزء مربع من الصورة اعمل على اي ايدة اي تعديل وي اروح احرك هنا هلاقي اصلي الجزء ده بس واحركه اوكي لكن في نفس الوقت افرد انا مسلا مش عايز اعمل تحديد مربع ففي بيديك هنا حاجة اسمها اللاسو طول وي لو وقفنا عليها نلاقي الشورت كاتب بتاع حرف ال لو وقفنا عليها نلاقي الشورت كاتب بتاع حرف ام اه حرف ال هنا وي اقرض ان انا مثلا لاتساي ان انا احرك حاجة بالشكل دوت او هعدل عليها مش شرط ان انا هكون بحركها بس هاخد حرف في اخد التحريك وابدأ ان انا احرك الجزء دوت من الصورة اوكي بعد كده هنروح لل magic wand tool magic wand tool هي برضك tool للتحديد بس magic wand tool بتحدد على لون مثلا فاذا انا عملت كده على السماء هلاقيه بدأ يحدد لي اي لون قريب لدوت لو انزلت بالتول تحت وعملت كده هيبدأ يحدد لي الجزء دوت من الصورة اللي هو اللون القريب للمكان دوت طب لو انا عايز اضيف ودوت على كل الوسائل بتاعت التحديد عندي هبدأ ان انا اضغط shift هيتلاقي التول اتغيرت وبدأ يبقى فيها علامة plus واعمل كده كده بيبدأ يضيف لي على اللون الاساسي ولو انا عايز اشيل ممكن اعمل alt واعمل كده كده بيبدأ يشيل من ال color بتاعي حلو الكلام كل دي وسائل للتحديد بتسهل لي ان انا اقدر حد على جزء من الصورة اعمل تعديل عليه بعد كده هلاقي في عندي لو افترضنا ان انا مسلا مش عاجبني الجزء ده من الصورة فهعلم على ال crop واعمل كده اسحب كده بالشكل دوت واعمل double click هبصى لاقي مساحة شل الجزء اللي تحت ده من الصورة وغير لي المساحة بتاعت الصورة بعد كده ده ال color picker اللي هو لو احنا بصيني هنا على الوان ديت عملنا click هنا هتلاقي خد اللون دوت واحطه هنا اعملنا click لاحز هنا هتلاقيه يتغير تمام وطبعا ال color picker مهمة عشان يعني مثلا لو جيت اعملت click هنا خدت وبدأت ان انا اعمل كده هتلاقيه بياخد اخر لون عندي لو انا عملت كده مسلا وجيت على ال brush وبدأت ان انا اخد اللون دوت هلاقيه بياخد اخر لون عندي بيتحكم فيه الحاجة اللي احنا هيزلنا رفع حالا عندنا ان انا عملت حاجة زي كده عايز ارجع فيها بتعمل command z او control z ده على ال windows فبترجع في اي حاجة انت عملتها عشان كده انا عايزك تلعب في ال application وما يهمكش واي مشكلة تحصل معاك كل اللي ما عليك ان انت تعمل command z او control z عندنا هنا لو احنا عملنا كده مسلا layer جديدة ويجينا في layer دي خدنا brush وبدأنا نرسم بالشكل ده الصوري خليني انا اخد لون اغمق شوية اه كل التولز shift او ال alt بتديك options ليها ال brush مسلا وانت مسكها لو انت ضغط alt بيحاولك ال color picker بحيس ان انت وانت بترسم تقدر بتاخد لون وتشيل ايدك من على ال alt وتكمل رسم طبعا احنا بنرسم دوت على layer اللي هي layer one وممكن نمسح layer background copy date وهنيجي هنا ناخد التول اللي بعدها اللي هي eraser او الاستيكة ونمسح بيها طبعا لاحزنا ان هنا فوق options لو عملنا click يمين واحنا مسكين ال brush او ال eraser هيجيب لك شكل brush اللي انت عايز تستخدمها انا مسلا بستخدم brush ديت ممكن اروح لان انا استخدم brush soft ديت فهبدأ اخد نفس ال color هلاقي نفسي استخدمت brush تانية اوكي طيب ده هنا ال gradient والgradient tool عندي بتختار من فوق هنا ال options بتاعتها شكل gradient لو اختارنا مسلا حاجة زي كده وعندك هنا اشكال اشكال مختلفة لل gradient تقدر تختار ما بينها مثلا دوت ممكن اخد حاجة زي كده وهاخد اشد واسحب فبيبدأ يديني gradient على ال layer دي كلها طيب نلاحز هنا ان الصورة اللي تحت مازالت موجودة ليه لان ال layer دوت كل حاجة بتحصل بتحصل على layer اللي انا عمل عليها selection تمام ممكن من هنا اقل البستي بس خلينا نوصل ال panel بتاعت layers دي قدام شوية اوكي طيب ممكن ارجع تاني فوق لل selection بتاعتي rectangle وابدأ اسحب واقوم عامل delete فانا عملت delete من على layer دي بس حلو الكلام وممكن بقى لو انا عايز اضيف text هنا او اي حاجات على اللي بعد الجرد انت على طول text اوكي وهاجي هنا اكليك واللاحز ان ان لما عملت click ضغف لل layer هنا عليها حرف تي اللي هو اختصار text بحيث ان انا اقدر اضيف عليها اي كلام انا عايزه let's say مثلا طب انا عايز اشيل text ده خليه تحت ارجع تاني للموف tool بتاعتي واسحبه اخليه تحت هنا بالشكل دوت اوكي طيب افترضنا ان انا عايز ارسم lion او ارسم دايرة هنا ييجي الطول اللي بعد text على طول اللي هي path tool اوكي وال path tool من option بتاعتها في الاول ان هو يديك انت عايزها على شكل path ولا على شكل shape. shape بتكون رسمة بتضاف لك هنا في layers. path بيكون path بس لو انت عايز تحدد به. ال pen tool عندي حاليا لو انا عملت click بالشكل ده مسلا. وبدأت ان انا اسحب كده. كده مسلا. هلاقي ان ال options اللي هنا بدأت تتحقق. يعني في هنا fill فهو ده الفيل الداخلي بتاع الايه? ايه الشكل? في هنا stroke لو احنا عملنا click على الفيل هنلاقي في هنا ممكن اشيل الفيل الداخلي تماما. ونلاحس كل اللي احنا بنعمله ده بنعمله على اللير بتاعت shape layer. طيب بعد كده اروح لل stroke مسلا اخد color من دوت فيبدأ فيبدأ لقي stroke خفيف قوي ممكن اجي هنا في بتاع stroke. هلاقي ده بتاع stroke. بدأ يزيد شوية. تمام? لوحزنا هنا ان فيه سهم صغير عند بعض التولز. تمام? السهم ده ازا احنا تلنينا ضغطين كده هيبدأ يظهر لك اشكال تانية من نفس التولز. زي ما مسلا التكست هنا اللي انا عملت عليه هيجيب لك مثلا انت تقدر تعمل كده وتكتب بالطول بدلا ما انت بتكتب بالعرض. وطبعا بيعمل اللايير تانية. فاروح انا اشيل اللايير دايت. حلو الكلام. بعد كده تيجي التول دي اللي هي والان اعملت عليها وانا ماسك على وعملت select هبصل اعمل select على ال shape بتاعي لو انا تانيتنا اعمل ضغط عليها هروح لل direct selection هلاقي نفسي بعمل select على النقط بتاعة الباث. طبعا ده بيفيد جدا ناس اللي بيرسموا بالسلوء بالستايل بتاع رسم الفكتور. بعد كده هلاقي واحد اتنين تلاتة اربعة كل دوت ما هو الا باس شيب بيترسم زي ما احنا اللي سمنا بالبين طول. فاروح انا مسلا اسحب حاجة زي كده. واعمل rectangle. فبص لقيه خد طبعا الاوبشنز بتاعتي اللي انا مسلا هغيرها هخلي الفيل مسلا الكلور دوت وخلي مش عايز stroke انا خالص حاليا. تمام? بالشكل دوت. وعملي layer هنا سمها rectangle. فانا عمال اضيف layers اضيف layers. عايز اخفي layer هتلاقي في عين هنا ادري اخفي بيها layers. او امسح layer بان انا اشدها هنا زي ما انا قلت لكم. بعد كده نفس الموضوع از انا سحبت layer بس دوت rounded شوية. طبعا tools هنا عشان تكون options هنا بتفيدك في كده لان في radius هنا مثلا از انا سحبت كده خليتهم ياربعة تسعين وبدأت ان انا اسحب هلاقي الكيرف بتاع بدأ يزيد. وكزلك عندي هنا الدايرة. وكل ما انا بعمل حاجة زي كده بيبدأ يعمل لي ايه? layers. انا عايزكم بقى تلعبوا في الحاجات ديت براحتكم. هرجع command z command z command z. طبعا لو انت قبل عشرين عشرين ما كنتش هتعرف قبل عشرين عشرين ما كنتش هتعرف ترجع command z command z. كده بنرجع قبلها command z وب command alt z. بس احنا حاليا command z command z command z. اوكي? عندك هنا التول بتاعت ال custom shape tool. وال custom shape tool هي بترسم لك custom shape شكل معين موجود اريدي في البرنامج. زي مسلا لو انا جيت هنا قلت له wild animals. هلاقي في عندي هنا غزالة مسلا. خلينا ناخد ناخد غزالة. ونسحبها هكده. لاحظنا ان انا لو انا بسحب كده. الشيء بتاعي مش مزبوط يعني squizzed ممكن اسكويز وممكن. طب انا عايز ارسم نفس الشكل اللي موجود اصلا في البرنامج. اضغط shift هلاقي نفسي بسحب. الطول بيزيد مع العرض مش اتجاه واحد. اوكي? فانا سحبت حاجة زي كده. ابدأ ان انا من ال options اروح لل fill مسلا. اخد color. واروح لل stroke. قول له لا مش عايز stroke شكرا. وهاخد الموف tool بتاعتي. وقدر ان انا احرك بها. الشيب دوت احطه هنا مسلا. هاخد الشيب دوت. امسحه. واروح بعد كده طبعا انت لو عايز ترسم اي shape تاني كل ما عليك ان انت تيجي هنا مسلا. وتختاره من الفولدرات ديت او اي حاجة هنا. بتسي شجرة. وتسحب تضغط shift عشان تقدر تاقيه. تعمل حرف v عشان تروح لل move tool وبعدين تقدر ترسمه بالشكل اللي احنا شوفنا دوت. طيب زي ما قلت لكم هنا ان في زاوية الرؤية. فعندك مسلا هنا ال hand tool وال zoom tool. الزوم tool لو انا لو انت عملت click بتعمل zoom تخش على الصورة. ولو دخلت كتير هتلاقي في مربعات ودي هي دي اللي احنا بنتكلم عنها. ولو ضغط alt هترجع تعمل zoom out. زي ما قلنا قلت وشفت معظم الوقت بتديك options للموضوع. او click يمين لحس ان انت تعمل fit screen لو انت حصل معك اي مشكلة. هنخش زوم وهضغط على التول ديت لل hand tool قادر ان انا احرج بيها في الصورة. انا حالا مش بكبر وبصغر في الصورة قد ما انا بعمل زوم عليها اقدر اشوف التفاصيل بتاعتي. هلو الكلام يا رجالة? هلو الكلام. طيب اختصارات اختصارات اختصارات. طبعا مش كل اه وانا شغال مش كل مرة هروح لل hand tool هروح للزوم. فانت ببساطة انت عندك اختصارات كيبورد. ومجاب وناقص. بتكبر لك الصورة وتصغرها. تمام? وفي نفس الوقت لو انت zoomed قوي وضغط على مصطرة بتجيب لك ال hand tool بحيث انت لو تضغط على مصطرة او انت ماسك الماوس او ماسك التابلت بتاعك. تحرك. من هنا. بعد كده هنا هتلاقي فيه لو عملتك هنا هتلاقي فيه كتير قوي هنا. وكل طول لو لاحزت مكتوب جنبها حرف. الحرف دوت هو الشورت كات بتاعها زي ما احنا كنا بنقول. بس نلاحظ هنا مثلا كمثال ان ال last tool موجود جنبها حرف L واللي هي المجناتك نفس الموضوع. ولو افتكرنا ال last tool دي برضا كان نفس الموضوع حرف L. اوكي? اللي انا عايز اقول لك حالا انت لو ماسك ال last tool او ضغط على الحرف L اللي جبتها وبعدين ضغط shift L هتغير شكل الطول بتاعتك للاشكال المختلفة التانية. ال last tool مثلا في ال last tool اللي هو الحر اللي في الاول ده. اوكي? ولو ضغطت حرف L هيديك ال last tool هتلاقي تقدر ترسم به اشكال مضلعة شوية وبترسم به خطوط. shift L تاني بتديك المجناتك last tool لو انت سحبت كده هي بتسحب نفسها وتعمل snap على اي فرق فيه في ال colors. تمام? وبعد في الاخص تكليك double click او تكليك على اول نقطة انت بدأت عليها. هي الطول الاساسية احنا عرفناها لك. tools الاتنين التانيين هي طالعة من الاساسية في الاخير. طيب تعالوا نرجع نمسح كل ال layers دي. عشان نتعود على البرنامج. نسحب. نسحب. بعد كده هنبدأ نلاقي في عندنا ال patch tool مسلا. خلينا ناخدهم بالترتيب. هنلاقي في عندنا ال perspective crop tool اللي هي c. لو فتحنا هنا فايل زي دوت. عندي فيه صورة. وانا عايز قاعدل الصورة بتاعت الورقة ديت. هومانا ساحب من هنا كده. بالشكل دوت. وبعدين نبدأ اسحب من النقطة بتاعت الاطراف. كده. على شكل الورقة. وبعد ما خلص هعمل double click. هلاقيها عمالي crop بس بدل ما هو crop مربع لا آآ عمالي بتاعت الورقة. واعدل هالي عشان تبقى بالشكل دوت. وفيك جدا لو انت بتعمل نسكان الورقة كتير. مع السلامة. وبعد كده عندنا هنا spot healing brush. والhealing brush. خلينا ناخد صورة لية. خلينا ناخد صورة لية لان الhealing brush هي معمولة اصلا عشان الحبوب بالحاجات ديت. تعالي ناخد الhealing brush الاول. انا خدت الhealing brush از انا عملت click هنا هتلاقي قالي ان في مشكلة فلازم اعمل السورس اللي انا هاخد منه الباتش بتاع هي بالزبط زي لازقة انت بتاخد من مكان وبتعالج في مكان تاني. لو افترضت هنا ان انا عايز اشيل الحباية ديت. فاخد alt واضغط هنا. كده انا خدت بتاعي. وهاجي هنا على الحباية دي اعمل كده. فبدأ يعمل لي علاج اللي في الوش دوت او الحباية اللي موجودة عندي. نفس الموضوع لو انا لاحزت هنا مسلا هقدر اخد alt من مكان جنبها يكون قريب لها في اللون. وامسحب عليها. هبصر ايه عامل لي علاج للجزء دوات من الصورة. فهدي الفكرة بتاعة كزلك نفس الموضوع نفس الفكرة بس مش محتاج ان انت تاخد سورس وتعدل عليها تعمل كده على طول هبصر ايه بدأ يعالج لك الصورة من ايه من الحاجات المحيطة بي. اه الباتش طول عندي هنا نفس الفكرة بس لو انا مسلا قم بتعمل علم على الحباية دي كده. اوكي? وبعدين بدأت اسحب كده. فهو بيسحب لي من مكان ويحط لي المكان. ايه ان كان المكان اللي انا هحطه. فانا طبعا هحاول خلي مكان قريب ليا شوية. فبدأ ان هو ايه? يعالج لي الشكل دوت. لو انا شلت السليكشن هلاقي الحباية اللي هنا اتعالجت. اوكي? ودي الباتش برش. اه الكونت اوير موف نفس الفكرة بس هي اولا. بس انت لما بتسحب كده بياخد لك الاسبوت يحطي هنا ويحاول يعالج. لو انا عملت هنا. لاحظ هنا اللي بيجرأ وهنا. بيحاول يعالج من الحاجات المحيطة بالسليكشن بتاعي. بعد كده عندنا الريد اي تول. الريد اي تول بتعالج اي مشكلة بتحصل. لو جبنا الصورة دي. اوكي? ودي مشكلة بتحصل. يعني من الفلاش بتاع الكاميرا. ان بيدي ضوء احمر جلير احمر كده في العين. فلو احنا سحبنا كده عليها. على العين هبص لقى على جهالي. نفس الموضوع سحبنا على العين دي. هبص لقى ايه? على جهالي فهي دي الريد اي تول. عشان لو انت حصل معك مشكلة في تصوير صورة تقدر تعالجها. عندك هنا الكلون ستامب والباترن ستامب هي نفس الفكرة بتاعت الهيلنج. بس الهيلنج براش بتعالج وتدمج ما بين القديم والجديد. اللي موجود والريدي واللي هيبقى موجود. انما الستامب تول هي ما بتعالجش هي بتاخد الجزء دوت تحطه هنا بالشكل دوت زي ما احنا شفنا. اوكي? هي بتحط الصورة من مكان لمكان. بتاخد جزء من وتحطها من مكان لمكان زي ما احنا شفنا. الباترن ستامب نفس الموضوع بس بتحط بالشكل دوت على على الصورة. اه ملاحظة مهمة ان عموما في الفوتشوب باشكالها وبانواعها بتكبرها وتصغرها بالبراكتس. دي دايل والجيم يمكن او الته والجيم. البراكتس دي. الزراير دي. لو انت ضغط على عليها هتبص لقيها بتكبر وتصغر. اوكي اللي بعده. هي نفس الموضوع اللي احنا بنستخدمه بس انا عايز امسح هنا. دي الصورة بتاعتي هكبرها شوية. عايز امسح هنا الباكجراوند بدون ما امسح شعري مسلا. فهضط هنا اعمل كليك. آلت كليك. فاخد لي الكالر دوت اخد لي الباكجراوند دوت. خلينا ناخد الجزء دوت. ونلاحظ ان هي بتمسح لي من البرة. والبراش ما بتدخلش علي. لكن طبعا ازدخلت كده هتدخل لان هي بتاخد الجزء الخارجي بس. يعني مفروض تكون في دايرة البراش في جزء بره وجزء جوه. انما الجزء الاكبر ما يكونش داخليا ما يكونش انت. الماجيك رايزر طول لو انا جيت هنا هيبدأ نفس الماجيك واند بس هنا هي بتاخد اي حاجة متعلقة بكلر ديت ويمسحها. عندنا الدوتش طول الدوتش طول لو انا تفتح جزء من الصورة. بس اي مسلا جزء زي ده. اوكي طبعا كل التولز لها فوق. بعد كده ده انا مسلا انا عايز اغمق شوية الجزء بتاع العين. اغمق مريخية شوية. نفس الموضوع. الشورتكات بتاعهم او. الحسب بتاعتها هنا. يعني مسلا عندي هنا بيعمل يعني بيقلل الالوان. تخليها روح لقبيض رشت شوية. فلو جينا هنا مسلا عملنا كده هنبص لقيها. راح يطلق ابيض. والعكس ممكن تضغط عليها وتعمل ساتوريت. فبتزود لك الكالر. اوكي. بعد كده هتلاقي ودي تعمل لك للصورة. بالشكل دوت. بتخليها لك. رايحة زي ما احنا شفنا. هرجع كماند زد حالا. شفته الشكل. عايز ارجع تاني اعمل ردو عشان ارجع للشكل اللي انا كنت فيه. اعمل كماند شفت زد. هرجع لي للشكل دوت. اوكي. خليها نرجع كده احسن نكمل. والشاربن تول. بتعمل عكس الموضوع. بتعمل شاربن عكس البلور. السماج تول. بتنعم الدنيا تدخلها في بعض. السماج تول. بتدنج الحاجات في بعض. بالشكل دوت. كأنك بتسيح الالوان بالسماج تول. نوت تول. كونت تول. الميكسر براش مهمة. ميكسر براش بتعمل ميكسنج للالوان. بالشكل دوت. كأنك كأنها فرشة. وبتميكس الوان زيد مع بعض. عندنا هنا بقية التولز ممكن قدام شوية نبقى نستخدمهم. بس انا لا اعتقد ابدا ان انت هتحتاج تولز اكتر من اللي احنا قلناها حاليا. هنا كده غطينا جزء كبير جدا 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 في الفوتشوب. فضلينا الحاجة الاهم اللي هي نفهمها كويس عشان نبقى شغلين واحنا مسترقاحين. كي. يلا بينا. آآ قايمة عندنا هي قايمة بنحط فيها الطبقات ونقدر نتعامل مع الطبقات نقلي للشفافة بتاعتها او نزودها او نحط عليها على كل طبقة لوحدها. طيب خلينا نطبق على اللي احنا عرفناه. هناخد الماجيك واند. ونعمل على السماء. نضغط شفت. واعمل على بقية الكلور بتاع السماء عندي. بالشكل ده. خلينا مش لازم ايه يكون يعني قوي. اوكي. انا كده اخدت الجزء بتاع السماء. او كنترول شفت اوي. هلاقي بتاعت قلب. بدلا ما انا كنت بعمل سليكشن جوه على السماء. بدأ السليكشن يبقى على بقية الحاجات. فلو انا لاحظت هنا كده هنروح اعمل كماند او كنترول سي في. بدأ يعملي نسخة تانية. لو انا خافيت النسخة اللي تحت. ده الفاتشان ما فيهوش اي حاجة. وهيبدأ نلاقي هنا كل الصورة كلها معادة السماء اللي انا كنت شايلها من السليكشن. تاني. انا عمل سليكت على السماء. وقلبت السليكشن. بدلا ما هو كان على السماء بقى على المبنى بتاعي. اللي هو المسجد دوت. هاجي هنا. اقف مساء على اللير اللي تحت. واضغط حرف تي. او اضغط هنا. واعمل كليك واكتب. وزي ما احنا عارفين بتاعتنا من هنا. بس از انا عملت كده وعملت كليك. وقلت له اوكي مش هيغير لي في اللون لان لازم اكون انا عمل سليكت على اللون اللي انا هغيره. او تكون اعمل كليك على اللير كده فما فيش حاجة يعني مش داخل جوة التكست. فاجي هنا كده كليك. واعمل اغير اللون. لاحزنا هنا ان اللير بتاع التكست كانت ما من الليرين اللير اللي فوق والليير اللي تحت. فعشان كده ظهرت ورا العواميد ديت. فازي انا هعمل اضغط حرف في. وابدأ ان انا حرك. ابدأ ان انا احراكها للشكل اللي اناeses اعيزه. اجي هنا وانا معلم عن اللير ديت. في عندي قباستي ابدأ ان انا اقلل القباستي مسلا. بحيس ان ازا انا قللتها خلص تختفي ازا انا قللتها. بتحس ان في مكان من اللون بتاع السماء واخد اجزء من اللون بتاع السماء. ازا انا جيت فوق هنا. على اللير دي. احنا اعرف ان دي بيتمسح اللير دي بتزود اللير دي بتعمل فولدر. وانا عملت كده انا عملت فولدر اقدر اسحب دي زي الفايلات بزبط كده. واسحب كلمة قطر اخليها جوا. بس لحظة ان قطر طلعت فوق اللير ديت. فاز انا عملت كده هبدأ ان انا اعمل العكس. هبدأ ان انا اسحب اللير دي فوق. الفولدر دوت اقدر اكليك عليه واسميه مثلا اوفر. بالشكل دوت. اللي بعدها هنا ازا انا عايز اعمل اي تعديل على معينة. انا عايز اعمل تعديل على اللير بتاع السماء. فها يجي مسلا اخليها مثلا ام عامل هبص ايه ظهر لي طبعا هنا فوق على على كل حاجة. ازا سحبتها تحت. هلاقي السماء بس هي اللي بقت والباقي. لأ طبعا زي اللير الثانية. از انا قلل اللي بس بتاعتها هيقل عليها. دي بتعدل على اي حاجة موجودة تحتها. اوكي? طبعا خليني انا اخدهم واحدة واحدة. ده سولد كالر. ده بني اعمل لك لير عليها لون. اوكي? تقدر تكليك هنا وتغير اللون. طبعا كتير سكيري. ده ال جرادينت. بيديك بالشكل دوت. طبعا اي حاجة انا بعملها في في النص ما بين اللي هو كلمة قطر والمبنى وما بين السماء. بيديك باترن بالشكل انت بتختاره هنا الباترنز اللي سابت عنده في الفوتشوب. تمام? ممكن تضيف انت وتعمل باترن من عندك. ده برايتنس وكنتراست. لو انت عملت دابل اول ما بينزل بتلاقي فيه هنا تضغط علي البرائتنس او تقللها اللي هو الاضاءة بتاعتها او الكنتراست اللي هو الفرق ما بين الاي ما بين الالوان. بعد الكنتراست هتلاقي فيه خد بالكم كل حاجة من اللي احنا بنعملها حالا هنلاقيها موجودة هنا. في الادجسمنت دي. تمام? لكن اذا انت عملتها من هنا مش هتنزل لك كلاير كده تقدر تعدل فيها وبعدين ترجع لها بعدين يعني انا مسلا عملت كده. وبعدين انا اشغال اكتشفت ان انا لا مش عايز اقوم. لا امسح اللير خلاص انتهى الموضوع. انما لو انت جيت مسلا هنا على اللير دي. وجيت هنا خدت مسلا كيرفز. وعليت الكيرفز. وعملت اوكي. خلاص مش هيقدر ان انا ارجع تاني في اللي انا عملته. الا انا طبعا لسه عامله جديد وهقدر اعمل كوماند زيت. وهكذا بعد كده عندي الفايبرانس. والهيو ساتوريشن. والكلر كل دي حاجة بتعمل كالر. مهم اوه الكالر لوكب ده انا بحبه. قدر ناخده فوق بيدي. الكالر لوكب. وبعدين تيجي من هنا تختار بريست للكلر. بيغير لك في الموضوع. انا مثلا واخدت film stick. هتلاقي داك مود معين للكلر. لاتسي. هير بلو. واسحب دي فوق خالص. هيديك على كل الصورة ويبدأ يعمل لك احساس اللي ايه. الدمج. اوكي. بعد كده عندي الانفيرت والبسترايز. خلينا ناخد بسترايز مسلا بسترايز بيعمل لي مفارقات في الكالر بالشكل دوت. نقدر نخليه تحت. فيعمل لي على السماء بس. او نقدر نشده فوق فيعمل لي على كل الموضوع. وي عندي هنا. اوكي وعندي هنا بيعمل لي نفس الموضوع بس بيكون black and white. انا عايزكم بقى ايه تجربوا الحاجات دي واحدة واحدة كده مع نفسكم وتستمتعوا بالموضوع يعني. اوكي طيب. خلينا نعلم على. انا فتحت الفولدر من هنا. اعلم على التكست. طبعا اذا انت عايز تخفي اللير بتضغط على دوت. تخفيه. عالم على التكست عندي. واجي هنا. اعمل بالشكل ده. فعمل لي مربع ابيض على اللير. زي المربع اللي كان موجود هنا. تمام? المربع دوت. وحاولي فجأة لو انا لاحست حاولي فجأة هنا. لان اروحت خدت البراش. اكبرتها شوية. وانا اللون بتاعي black. وعملت كده. هلاقي نفسي بخفي في اللير. وانا ما عامل على ده. ده اللي هو المسك يا شباب. المسك بقى او اي حاجة درجة في النص مملة اتنين. بتكون واغدة شفافية بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. طيب مهوم. في عندي ريزر طول هنا برضك. نفس الموضوع ممكن استخدامها اللي هي الاستيكا. ايوا بس الاستيكا ازا انت عملتها هيبقى التأثير بتاعها على طول حاصل. مش هينفع ترجع فيه تاني. لانما انا المسك في اي وقت عايز ارجع فيه اعمل تلك عليه واقول له دليت او دي سيبو المسك مسلا. او دليت مسك بيرجع لي الوضع الاول خالص. فانا هسيب حاجة زي كده. المسك ده يعني لو قعدت كتير جدا انا اقول لكم ايه المسك ده مهم مش هوفي حقه يعني. حلو الكلام? طيب خلينا ندليت المسك دلوقتي في المسك. بعد كده هنا هلاقي بتاعتي اللي انا عملت اول واحدة هتلاقي فيه اوبشنز كتير هقول لكم انا اهم حاجات منهم يعني اي حاجة انت بكليك عليها هنا مثلا قلت له التكست بيديك تكشور على التكست وبيديك احساس ان هو شوية. بيديك برا التكست لما بعلم عليه هنا ابدأ اكبر حجم وهو ممكن اخليه بالشكل دوت وممكن اغير في لون الستروك. واو واو بشعة. المهم. عندنا الانر شادو بيديك ضل داخلي لو انا عالية الاوبست بتاعه عشان نشوف. حركة الديستنس والانجل دي اللي هي الانجل بتاعت الضل بتاعي. الشادو جاي منين او او اوكي. الاضاقة جاي منين. الانر جلو بيدي جلو بس بيبقى لونه مفاتح طبعا عشان الكلمة ابيض فمش بعين عليها. عندك ستين بيدي ببقع. ممكن تعمله او اي حاجة. عندك لو انت عايز تغير الكلور بالشكل دوت من هنا. ويتاني الكلور موجود تقدر تعدل فيه في اي وقت بعدين. انه انا عملت اوكي هنلاقي وصلت تحت هنا. دابل عليها هيزهر لي الدنيا تاني بالشكل دوت. نفس الموضوع لو انت عايز تعمل تغيير في اللون على من ناحية من اتجاه الاتجاه. وتلاقي هنا نفس الموضوع اللي احنا شفنا هناك الجاهزة. زي مسلا ده. احزنا. وتقدر تكليك عليها. وتعدل في شكل نفسه. انا مسلا انا كعملت هنا. اسحب كده. سي مسلا خليك دوت فتح شوية. او درك قوي. وهكزا. اوكي. الباتل لنفس الموضوع بيدي باتل. شفنا قبل كده. الاثر جلو نفس الموضوع بيدي جلو خارجي. انا عملت الابستي. وعليت الاسبريد شوية. ايوة. هو ده. ودروب شاتو بيدي احساس الضل بالشكل ده. طبعا انا متحكم في الابشنز دي كلها عندي الابشنز بتاعت الابستي. اللي هي قوة الرؤية بتاعته. عندي الديستنس اللي انا عايز ابعده او عربه. عندي الاسبريد اللي هو النعومة بتاعته. ايه? الانتشار بتاعه. عندي بتاعه. لو انا عايز اكبره. او اصغره وهكزا. اوكي. ولو انا عايز تديلو شوية بحيث ان هو يتوافق مع الصورة. زي ما احنا شايفين. ايه طبعا العين دي بتخفيلي او بترجعه. زي ما انتم شايفين بالشكل داتي. از انا عايز اشيل خالص كليك يمين عليه. ايه صلصنا اللي احنا عملناها في طلات من الصورة دي اوكي. تمام? هناخدها. نبدأ نعمل فايل سيف. هتلاقي بيسايف لي الفايل بشكل فورمات فوتشوب. تمام? اولو انا عايز اسايفه على طول بس افضل ان انا خلي عندي دايما نسخة احتياطية بالفورمات بتاع الفوتشوب بالشكل ده. عشان ازا انا افلت وبعدين فتحتها تاني هنا من هلاقي بتاعتي موجودة واقدر ان انا اعدل عليها. طيب انا عايز اخرج نسخة. دايما اعمل سيف اس. فايل سيف اس. واختر من هنا جي بي جي. فده هيخرج لي. ويقل لي انت عايز تختارها مسلا بتاعها لارج. فبيقل الملف مساحته كبيرة هنا تلاتة ميجا. او خالص. فبيقل الملف مساحته اقل. خلينا في الميديم. مساحة اقل يعني طبعا اقل مساحة اعلى يعني اعلى. اوكي? فعمل كده فخلص الصورة سيفة عندي جي بي جي. لكن في نفس الوقت انا فايل بي از بتاعي ما اتقصرش. الليرز بتاعتي موجودة. مش عايز تقول عليكم بس لو انتم ما اشتغلتوش في فوتشوب خالص. كم من المعلومات اللي انتم خدتوها دي. كفاية قوي لان انتم تشتغلوا في فوتشوب. اه كل حاجة انت هتبدأ تستكشفها بنفسك. كل اللي احنا عملناه النهاردة. ان احنا خدنا مقدمة سريعة جدا 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 للفوتشوب تخليك تبدأ تشتغل لو انت متعرفش اي حاجة في الفوتشوب وتدوس فيه. اللي احنا عرفناه النهاردة كفاية قوي 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 ان احنا ندوس ونلغوص. فاضين بقى وقعنين في البيت فايه? نبقى نتقابل اشتغلتين ان شاء الله. يالسلام.